تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 451 قضية مونية بمضبطات بلغت ما يقترب من 113 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 36 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط ما يقترب من 77 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع القدائية وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 707 من القضايا من بينها 202 من القضايا لخبز ناقص الوزن و184 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فضلا عن ضبط قضيتين في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي